خليني أقول لحضراتكم بس بداية أنه النهاردة هيكون في تمرين أساسي هيبتدي الساعة 7 بتوقيت القاهرة والمؤتمر الصحفي اللي هيعقد قبل التمرين على طول هيحضره مستر بيتسو موسيماني وهيكون معاه كابتن محمد شناوي طبعا كابتن الفريق عشان يتكلموا على المباراة تم الاستقرار في الاجتماع الفني أنه الأهلي هيلبس زي التقليدي أحمر وبيض وأحمر ورجاء المغربي هيلبس الزي التقليدي برضو أخضر تيشرت خاضرة شرط أخضر شراب أبيض ده اللوك اللي هيظهر عليه الفريقين بكرا إن شاء الله يمكن الاجتماع الفني حضره كابتن ساد عبد الحفيز موديل الكرة وكان معه أمير توفيق موديل التسويق وكابتن سامير عدلي موديل إداري طبعا ومعاهم ماهر عبدالعزيز إداري الفريق وعمر بحب المترجم إلى جانب طبعا ممثلي اللجنة المنظمة للمباراة وكمان الاتحاد الأفريقي وينادي الرجاء وزي ما قلت لحضراتكم مباراة بكرا إن شاء الله تكون مباراة موفقة لفرقتنا في بطولة سوبر أفريقيا النهاردة معنا حاجات كتير يمكن في اللقطات البسيطة جدا طبعا جزء وهدف أساسي من ماتش بكرا أنه الأهلي فرح المصريين الموجودين في الدوحة الموجودين في قطر واللي بالتأكيد من لحظة وصول الأهلي كانوا في استقبال فرقتنا النهاردة في السادسة هنعرض لحضراتكم لقاءات مع ربطة مشجعي الأهلي في الدوحة والسعاداتها المباراة والسعاداتها بكرا لاستقبال الأهلي إن شاء الله في الملعب